أولا المساء الخير لك والأخوة المشاهدين عندما نتكلم عن العلاقة الإيرانية التركية بالتأكيد هي علاقة موجودة على الأرض السورية وبالتأكيد أن تركيا تنسق مع إيران فيما يجري في الداخل السوري أخي العزيز كما تعلم أن الحكومة التركية الآن لا يوجد علاقة مع الحكومة السورية فلذلك لا بد من وجود طرف ثالث والطرف الثالث هو الأقرب إلى الحكومة السورية هو الطرف الإيراني لا يمكن لتركيا البدء بأي عمليات على الأرض في تركيا ألا بموافقة الروس وموافقة الإيرانيين والذين هم بالتالي يمثلون الطرف السوري أيضا في المقابل لا يمكن للأتراك أن يقوموا بأي عمليات إلا بعد أخذ الضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الحلفاء الموجودين في المنطقة فلذلك أنا أعتقد أن النفي الإيراني فقط جاء لمحاولة فقط ذر الرماد في العيون وإنما هناك تنسيق التنسيق ولكن التنسيق يختلف عن المشاركة نعم عندما نتكلم الآن عن المشاركة لا تستطيع إيران أن تشارك في حرب على الأرض ولا تستطيع القوات السورية أعتقد هي أيضا ليست مؤهلة للحرب في إدلب أو مع الأكراد لكل البلدان الثلاثة لها مصالح أساسية الآن في مواجهة القوات الكردية في شمال الشرق السوري فلذلك إذا كان هناك طرف يمكن أن يقوم بهذه المهمة لماذا على إيران أن تشارك على الأرض وإيران أنت تعلم أخي العزيز قد سنزفت في سبع سنوات في الحرب الداخلية السورية والجيش السوري الآن نحن نعتقد أنه في بداية إعادة التكوين مرة أخرى نعتقد أنه يريد مساعدة ما قد يقول لا يرضى عن ذلك إعلاميا ولكن الواقع هو يخدم الحكم في سوريا عندما نتكلم عن علاقات غير حميدة بين تركيا وبين القوات الكردية الموجودة في شرق سوريا